يواصل النظام التركي انتهاكاته لسيادة الأراضي العراقية من خلال شن هجمات بالطائرات الحربية والمدافع السقيلة على مناطق بإقليم كردستان مستغلاً الصمت الدولي بهذا الشأن ووفقاً لمصدر مطلع فإن الطائرات التركية قصفت مناطق جبلية وأخرى بالقرب من قرى مأهولة بالسكان المدنيين في محافظة دهوك ما تسبب بحركة نزوح واسعة لسكان المنطقة المصدر أكد أن قصف النظام التركي كان مكسفاً على قرية كيستا الحدودية التابعة لقضاء العمادية مضيفاً أن عدداً كبيراً من قذائف المدافع ساقط على مقربة من القرية ما أثار حالة من الهلع بين سكانها ودفعهم للفرار باتجاه قضاء زاخو وناحية باتيفا على صعيد متصل أنشأت قوات حرس الحدود العراقية أربع نقاط مراقبة في منطقة كانيما سي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بهدف منع التقدم المستمر من قبل جيش النظام التركي في المنطقة ويؤكد مراقبون أن نظام التركي يخطط من خلال هجماته احتلال مناطق جديدة بإقليم كردستان من خلال إنشاء قواعد عسكرية متذرعاً بحجاج واهية وسط نداءات للسكان المدنيين بإيقاف هذه الهجمات والتوقف عن خرق القوانين الدولية فيما لا تزال الحكومة المركزية وحكومة الأقليم تقف صامتة إزاء خرقات أنقرة المستمرة ترجمة نانسي قنقر